مرحبا مسلسل الانتخابات الفلسطينية في حلقات الثلاث مجلس تشريعي، مجلس وطني، انتخابات رئاسية في المنتصف يستقطب اهتمام الكثير من الأوساط الشعبية والرسمية والسياسية في فلسطين والمنطقة وفي العالم معظم العواصم المعنية في الشرق الأوسط تتابع عن كثب هذا المسلسل هناك ثلاثة أسباب رئيسية تجعل هذه الانتخابات مهمة السبب الأول أن هذه الانتخابات لم تجري في فلسطين منذ العام 2005 كثير من المؤسسات الفلسطينية إن لم يكن جميع المؤسسات الفلسطينية تآكلت شرعيتها خلال هذه الفترة هناك طلب عالمي فضلا عن المطالب الفلسطينية بتجديد شرعية هذه المؤسسات هذا أولا السبب الثاني كما هو واضح أن المنطقة تعتقد والعالم يعتقد أن هناك فرصة ربما لإنقاذ حل الدولتين بالذات بعد مجيء إدارة جو بايدن للحكم وحديثها عن حل الدولتين بعد سنوات أربع عجاف قضتها هذه المنطقة مع إدارة الترامب اللي كانت منحازة بالكامل لليمين الإسرائيلي الديني والقومي المتطرف السبب الثالث في الحقيقة خشية أطراف عديدة من مفاجآت في هذه الانتخابات من نوع سيناريو 2006 كأن تكتسح مثلا حركة حماس المجلس التشريعي وبالتالي ما يمكن أن يترتب على ذلك من مخاوف وقلق إقليمي من جهة وربما يعني تبديد فرصة حل الدولتين التي تحدث عنها جو بايدن في أكثر من مناسبة وأكدها بلينكين في أكثر من مناسبة في هذا الموضوع إذن هناك ضغط يعني داخلي فلسطيني هناك ضغط عربي من أجل ترتيب الفلسطين البيت الفلسطيني من الداخل استعدادا ربما لإدارة بايدن ولتنشيط مصار السلام والمفاوضات وحل الدولتين وهناك اهتمام دولي واضح في هذا المجال لذلك نرى أنه منذ أن صدر المرسوم الرئاسي الفلسطيني بتحديد مواعيد الانتخابات بعد الحوارات التي تمت في اسطنبول وفي الدوحة وفي أكثر من مكان جرى الاتفاق في الحقيقة على إجراء الانتخابات يعني في مواعيد هالمحدد ما لم يطرق ما ليس في الحسبان من المنتظر أنه 2.6 في العشرة مليون فلسطيني مسجل أن يذهبوا إلى صندوق الاقتراع يوم 22 أيار مايو القادم أعلى نسبة تسجيل على الإطلاق ربما في العالم شغف شعبي فلسطيني كبير للذهاب إلى صندوق الاقتراع وصلت بعض الأرقام حافة المئة بالمئة تسجيل هذا رقم خرافي في غزة حوالي 97% نسبة التسجيل الإجمالية المعدل الوطني 93.3% هذه أرقام مهمة في الحقيقة بتعكس الشغف الفلسطيني بشكل أو بآخر بالذهاب إلى صندوق الاقتراع وإذا إجت نسبة الإقبال على الاقتراع يوم الاقتراع في 22 الشهر أيار القادم أعتقد أنه سنكون أمام انتخابات فلسطينية وربما غير مسبوقة لا فلسطينيا ولا عربيا هذا أمر بالغ الأهمية وبترزده كل الدوائر في هذا الجانب خلقت هذه المراسيم وفلسطين راح تنتخب هذه المرة بنظام نسبي كامل كل مقاعد المجلس التشريعي 132 سيتم اختيارهم مفقا للنظام النسبي الكامل وللقائمة النسبية المغلقة خلقت هذا المواعيد وهذا المرسوم الرئاسي ديناميكيات هائلة في الداخل الفلسطيني أحزاب تفكر كيف تخوض الانتخابات حراك سياسي بين نشط سواء داخل الفصيل الواحد أو بين الفصائل سيما أن كل الفصائل أجمعت على المشاركة في الانتخابات باستثناء حركة الجهاد الإسلامي قررت المقاطعة باقي القوى ستشارك في هذه الانتخابات وأستشارك بكثافة في هذه الانتخابات الآن بالنسبة للتنظيم الرئيسي حركة فتح بشكل خاص هناك في الحقيقة جدل داخلي كبير يصل إلى مستوى الرمال المتحركي كل يوم في تطورات جديدة كل يوم في أخبار جديدة في محاولة لدخول فتح الانتخابات بقائمة موحدة لكن التقديرات المراقبين ومن ضمنهم محدثكم اليوم أنه لا توجد قائمة مشتركة واحدة تستطيع أن تستوعب كل أجنحة فتح وحلفائها والشخصيات الوطنية والعشائرية ورجال الأعمال والمجتمع المدني والحمايل والعشائر في فلسطين وغير ذلك لذلك ربما يكون فتح سيناريو أنها تدخل الانتخابات بقائمتين وليس بقائمة واحدة من السيناريوهات المفضلة بالمناسبة استطلاعات الرأي العام الفلسطيني أعطت فتح بقائمة موحدة 38% مقابل 34% لحماس بقائمتين لفتح القائمتين بيحصلوا على 44% يعني في حوالي 6 نقاط زيادة لفتح إذا نزلت بقائمتين موسعتين لكن ليس بالضرورة أن تكون العلاقة بين القائمتين علاقة عدائية علاقة صفرية في هذا المجال حماس عم تتحرك ولكن حماس انشغلت في الآون الأخيرة بانتخاباتها الداخلية أنجزت حماس في غزة الحلقة الأولى من كتاباتها الداخلية ومتوقع في الأيام القادمة نشهد حراف كثيف في هذا المجال اليسار الفلسطيني على ما يبدو حتى الآن على الأقل لأنه كما قلنا إحنا أمام رمال متحركة كثبان متحركة في الساحة الفلسطينية حركة اليسار الفلسطيني يبدو على الأرجح أنها رح يعني كما سمعنا من بعض قادة اليسار الفلسطيني أنهم رح ينزل الانتخابات بقوائم خاصة فيهم قوائم مستقلة خاصة فيهم على أمل أنهم يشكلوا قطب ثالث في هذا المجال غير مستبعد وفقا للنظام الانتخابي الفلسطيني اللي أعطى عتمة حسم 1.5% يعني حوالي 25 إلى 30 ألف صوت للقائمة أنه تظهر قوائم أيضا من خارج الفصائل شخصيات وطنية عشائر رجال أعمال غير ذلك هذا كله سنراقبه ونتابعه وأعتقد أنه رح نرجع مرتين للحديث عن الانتخابات الفلسطينية في قادمية الأيام مع تطور الحراك السياسي القائم لا سيناريو يشير إلى فرصة الاكتساح أبدا تمثيل النسبي ربما يمنع فكرة الاكتساح والتقديرات أنه حتكون النسب متقاربة بفوارق يعني ربما 4-5 مقاعد 6 مقاعد 10 مقاعد يعني بهذا الحجم رح يغطيها القوائم الصغرى اللي حتفوت في الانتخابات التمثيل النسبي الكامل لا يسمح لأي فصيل بأن يكتسح في انتخابات 2006 حماس جابت 29% في التمثيل النسبي وفتح جابت 28% في التمثيل النسبي يعني الفارد كان 1% منين أجت الأصوات الكبرى 6-70 مقاعد لحماس في 2006 جاءت من نظام الدوائر وهو نظام شبيه بالقانون الأردني اللي كان معمول فيه في انتخابات الـ 89% يعني نظام أغلبي لذلك هذا التغى التغى من 2007 وصدر قانون انتخاب جديد بالتمثيل النسبي الكامل لذلك ليس مستبعدا يعني أن تكون الاتخابات مضبوطة ومنضبطة بمعنى ونتائجها متوقعة إلى حد ما سيناريو الاكتساح فيه ظني مستبعد ومستبعد كثيرا وأنا اتقيت بعدد كبير من الدبلوماسيين الغربيين في الأول للأخير سؤالهم الرئيسي هل من سيناريو يعني يمكن أن يفضي إلى اكتساحات إلى مفاجآت من هذا النوع وكان جوابي باستمرار أنه الترتيب الذي اتخذ والنظام الانتخاب الفلسطيني الجديد يعني لا يسمح بذلك أن الانتخابات ضرورية الانتخابات هامة الانتخابات خطوة على طريق المصالحة إذا التزمت الأطراف باحترام نتائج هذه الانتخابات وأعتقد أن الأطراف أنهكت بجراء الانقسام الأصعب والأكبر والأخطر الذي أصاب الحركة الوطنية الفلسطينية في السنوات الماضية خلاصة القول أن الانتخابات ستمنح مزيد من الشرعية ربما للمؤسسات الفلسطينية خلاصة القول أن الانتخابات ربما تمكن الشعب الفلسطيني من فتح صفحة جديدة على طريق استكمال مشروعه الوطني الفلسطيني دعونا نتأمل أم تكون نتائج هذه الانتخابات في صالح الكل الوطني الفلسطيني وأراكم في لقاء قادم ترجمة نانسي قنقر